السلام عليكم و مرحمة الله بمحضرتني و هتكون ضمن مادة الروبوت العملي و هنتكلم بها ان شاء الله عن تحريك مكعب على مسار معين و هل هي نفسه تقدرون تحوروها تعملوها للدفرينشال او حتى ممكن الامني تمام لان قليت اضافة الكعب هتكون عامة للكلم و هنضيف كارب ان شاء الله على حركة المكعب فان شاء الله تستغادوا من الفيديو بداية عندي هذا المسار اللي هحرك علينا المكعب مادتي تمام المكعب او الروبوت بهذا المكان يريد انتقل الى هذا المكان 2 ثلاثة 1 ثلاثة 2 ثلاثة 3 ثلاثة اول حركة هنلاحظ بانه فقط حيث عندي انتقال على محور X فرجيت هون و قلت لي اشقد ال X و Y بهذا الموقع X0 ال Y0 بهذا الموقع X1 ال Y0 بهذا الموقع اشقد ال X اشقد هاي هذي كله واحد فنصة X0 هاي انتم طبعا تكتبوها X0 و Y اعلى اشياء اللي هي 1 بعد ما تكون بالموقع الاول الثاني الثالث ترجع المفرد على 0 0 هذا الكود ان شاء الله احنا نكتبوها اول ما احنا نفتح البرنامج تفتح هذه النافذة دوسك الكيمين على اي مكان فاضي add تمام joint في حال غدا نبني روبوت كامل primitive shape هاي الاشكال اللي عندي تمام فتفتح لنا عدة اشكال سواء كان اسطوانة دسك يعني حال حال القرص تمام انت تنزل كيوبوب اللي كيوبوب تمام مالك من الانجليزي المهم احنا نزل هنا مكعب هذا المكعب اول ما نزل اذا لاحظتم اذا نرجع نعيده primitive shape اول ما ينزل هون انت عندك الادات مالته اشقد العرض العرض طول العرض وارتفاع تمام زين هاسا بعد ما تنزلوا تقدر تحركوا ب تقدر تحركوا من هوني في حال انه موقعه الابتدائي ما يقدر صفر صفر بعد ما ادسنا هذي position من هوني تقدر تضيف موقعه الابتدائي تمام سواء كان على x على y على z زين هاي بالنسبة لل تحدده وشي طول هوني position تحط موقعه الابتدائي على x على y وعي زين في حال ما كانت موقعه الابتدائي عدد صفر صفر طيب كيف ادوره هوني فقط تمشينه يعني مثلا هسه اذا اريد اعمل x واحد الاحظ بانه المكعب مالتي تحرك بمسار واحد وان كان بهذا الموقع تحرك وصل لي هوني ليش؟ لان كل مربع من ذلك المربعات الشطران جاء يعادل لي نص متر فتحرك نصف نصف يعني واحد تحرك واحد متر على محور x زين اغدد ارجعوا لان احنا التحريك ما هيكون يدوية هيكون عن طريق برنامج اذا تريد ادوره فبين هذي ما الموقع اللي يمه orientation ادوره على x ادوره على محور z زين هسه ما قد نطول نضح على add اضيف برنامج اللي قبل الاخير وبلوة له زين نثبت الكاميرا نزعت البرنامج طعت عندي حال حل الورقة هون ادوسه به هذا الشكل تفتح عندي نافذة وحكتب بها برنامج التحريك ما ايتي وحلاثض عندي اربع خانات اللي هي function اوله function ثانية function ثالثة function رابع الاولى للتعريفات الثانية للامور اللي قاة تتكرر حال حال الفور الفونكشن الثالثة sensing اللي تخز الكيرف كيرف تمام؟ في حال اضافة الكيرف وال graph عفوا اللي احسي الشكل من يمشي نحن الآن مجعدة انو نحرك الشكل فابدي بالتعريفات ما التي اول شي اعرفه انت عندك عالم اللي هو البرمجة وعندك العالم اللي هو اللوحة اللي بغاه تمام؟ هذا عالم اللي هو اللوحة والعالم الثاني اللي هي البرمجة مالتك فلازم تستدعي الغرض اللي احتحركه فاول غرض استدعينه هو منه المكاعب نفسه يائعاز يستدعينه sim.get object طبعا اليعاز يعني منطقه وبالانجلي اذا تقوله get object يعني جيب هذا الشكل بين اقواز دائري على مات اقتباس فردي هذه الشارحة وتصيحه بالاسم اللي مسمى هو بينو أشان الاسم اللي مسمى بينو يعني تاني شعر ما اسمه هوني c-u-b-o-i-d حتى capital small تصيحه نفس الاسم اللي انت مسمينه فانا كان سميتونه كيوبويت جوتوا نزلتونه مثل ما هو هسا داخل السي خلينا نقول مسكنا المكاعب نفسه اشي اجي ااخذ اجي انا تشرح تعمل هتحركوا فاتيجي تاخذ ابعاده او الموقع ماله هتقول sim.get object position position ما انت اللقح ما انت شونك صح اللي من يعني set افهم get object position جيب لي الموقع اعمال يا هذا الروبوت يا روبوت الروبوت منه المكاعب نفسه يعني هسا اي مرة تصيحه بالبرنامج ما حتصيحه ك كيوبويت او حتصيحه ك سي لان انت حفظته يعني داخل متويل اسمه سي سالب واحد يعني جيب لي ابعاده بالنسبة للعالم الحقيقي ازين هسا داخل البي افون البي افون البي افون هنحفظ بها ثثة اشياء get object position ترجع لك ثثة اشياء الاكس يعني هترجع لك موقعه من ناحية الاكس والواي والز اذا داخل البي سات عباره عن فيكتر الفكتر يحوي ثثة اشياء اقول اش رح يسير احس عندك بي وان ما هي فيكتر و بي كتو نحن سا نتكلم عن اللغة لواة فالااا اندكس يبدي بالواحد تمام جメ داخل اللغة لواة الاندكس يبدي بالواحد اذا البي صعة عباره عن فيكتر بين هم موقع اول وثاني وثارث أول موقع هو الـ X ثاني موقع هو الـ Y ثالث شي هو الزت زين أرجع عشان جي أقول من ناحية التعريفات اللي عندي هذا وخلصت عرفت الـ X الـ Y الزت مالدي أجي أبدي بموضوع التحريك عشان أبدي أحرك أجي أعرف في الـ T معينة هي مجرد حتستخدم للتغيير للتحريك تمام؟ F نرجع نتبع قواعد اللوة عشان تنكتب دالة الـ F باللوة F إذا كانت الـ X إذا تذكرون عشان التحريك مالتنا بس نتبه أول تحريك رح يخص أنه الـ X تنتقل من الصفر إلى الـ 1 فتقول لو ما طول الـ X أقل من 1 أجي تعمل؟ استمر بالتحريك أما تيقف من الـ X الشيخ واحد يعني إذا الـ X.5 ما أنه يوصل هوني إذا يتحرك أيضا يتحرك إذا الـ X.75 أيضا يتحرك إلا أنه الـ X تساوي 1 يعني ما طول الـ X أشبه أقل أو تساوي 1 AND هذا الشرط للتأكيد الارتفاع أشبينه الارتفاع بعده صفر لأني إذا ما عندك الارتفاع بعدك هتفش بالعوض THEN هاي ضمن القاعدة مال F مالوه يعني تكتب F THEN بعدين تكتب الشرط مالته إذا كان إذا هذا الشرط عيتحقق أش تعمل لي؟ نفذ لي هذا القاعد سيم dot set object position طبعا هي هتكون نفسها هذي الفوق مجرد نعمل له copy بس تنتبهون على شيء الوحيد اللي هو شنو؟ هوني get بس انت فهموا الكودية سهلة get يعني تاخذ الأبعاد من اللوحة من الشطرنج تدخلها على البرنامج set انت عاد سيته عاد تعطينه قيمة من الكود تدخلها على لوحة الشطرنج تمام؟ set dot get object position إلا من؟ عاد سيت منه؟ عاد سيت الروبوت اللي هو C بالنسبة ليش؟ بالنسبة للعالم اللي عايش بينه عاد سيته بالضبط عاد سيته عاد سيته X Y Z زين اشنو الشي اللي اش رح تعمل الاكس اشنو تتحرك احتقله كل شوية مسك الاكس وزيده بمقدار T اول مرة الاكس اش بيها صفر لانت بالموقع صفر حطيته بالبداية احصي ثاني مرة ثاني مرة ثالث مرة 0.02 0.03 وتستمر بالزياده الان ايمتي الانه اكس مع طول الاكس اقل او تساوي واحد احيضل هذا الشرط يتكرر ايمتي ما ما تحقق احيطلع من الدائرة مالي زين اشنو ننهي الاف الاف عفوا ننهيه باند بس شنو تكون بسمو زين ننتبه على الشي اللي هو ايهوني انه هون انتعت قارن اذا كانت الاكس اقل من واحد اذا كانت الاكس او اذا كانت الاي تساوي صفر هذا شرط المقارنة لا شرط المقارنة هون انتعت سيد قيمة الاي صفر لا تقول الايه اقل او تساوي صفر هكذا تمام تمام نفس اللي اخذناها كان بل اي دي اي او اي لغة برمجة قبل اعمل تو اند لل اف المفروض هسه اجي اشغل البرنامج ما لتي اشتغل نجي اجي اعمل رن الاحظ بين المربع او الان كان مانا يشتغل هذا اذا اوصل من ان يغدى مني اه نرجع اهوني اشو نزيد دستور عماله اعمل تي مثلا بوينت واحد تمام بدل ال او بوينت واحد اجي اشغل هسه ترى اشقد مشي مشي واحد اشو نفت واحد لان هو تحرك من هذي المكان الى هذي هذي نص وهذي نص اذا نتحرك واحد هسه نبدي بحركة الكيرف زين بالنسبة للرسم اللي عملناه اول مرة تمام اشقد المفروض ادي الحركة الثانية تكون قيمة اكس اشقد تكون قيمة الوائد قيمة الاكس راح تكون عندي نصف قيمة الواي راح تكون عندي واحد زين قيمة الاكس عتزيد لو عتقل قيمة الاكس عتقل قيمة الواي عتزيد بس هالأشياء لان نحكيها حافظ يعني ما تحفظوهما انما هي نفس standard تمشون بها على كل الحالات تشيل الاند وتحط else if زين اذا كانت اكس اقل او تساوي اشقد قلنا تصل نصف بعدش عندي and الواي اقل تساوي واحد بما انه عن نقص فالمفروض اتكون اكبر زين اذا كان هذا الشرط اش تعمل قل له زين على ما تدخل على التحقيق ما الكود اللي هتكتبو ها مش تعمل تساوي يعني نحتاطي قيم جديد الاكس واي زيت فهاي تنسخها حطه هوني تقول له هغير بقيم اكس واي وزيت زين اش رح يسي عندي يسي عندي اكس اتقل له تزيد اكس القديمي ناقص نصف في تي تي كابتن هكذا انت عاد تعمل اشنو رح تبدي اول اكس او بنت او واحد رح تبدي الاكس اتقل 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 وترجع بي ترجع نحوالي اسعر تمام الى وين تقف الى النصف زين انا اغيد اسى الاكس مشيت واحد اسى الاكس احترجع للنص تمام اغيد مع انه مع الترجع تبدي ترتفع تبدي ترتفع يعني عمد انحقق حركة المثلث اشن ارتفع ابدي اقول الواي تساوي لي واي بلاس تي زين ادوس انت ما انسى ونجي انحقق كلمة تكتب خطوة تجي تحقق هالش طالت او لا زين نجي نتحقق من انه هالش طالت عندي او لا مشيت عندي مثل مريض انه كانت بهذه المكان وصعدت للاعلى تمام حس ان شاء الله تعلم شو نرجع ننزل بالطبع احنا نجي نوشع هذا الرسم ما التي من هذه النقطة الى هذه النقطة الاكس عزيد لعتقل عتقل الواي عزيد لعتقل عتقل اذا اثنين انا بناقص اشقط قيمة اكس النهائي صفر اشقط قيمة واي النهائي صفر اذا المقارنة ستكون مع رقم صفر اذا كانت قيمة الاكس اكبر تشاوي صفر او قيمة الواي اكبر تشاوي صفر ثن اعمل لي اشنو هما اجي راح اجي اساية قيم اكس واي زت قيم جديدي تمام قيمة الواي وقيمة التثني انا ستناقصون كوبي بس زين اشنو هتناقصون قيمة الواي مجرد انه انتو هتنزل شكرا